لاعب بينسحب هو اللاعب السوداني لاعب السوداني عبد الرسول ينسحب صباح اليوم من أمام أحد اللاعبين الصهاينة انسحب صباح اليوم محمد عبد الرسول لاعب الجودو السوداني من منافسات لعبة الجودو في توكيو بسبب احتمالية ملاقاته لاعب من الكيان الصهيوني في دور 32 من المنافسة التي تجري حاليا قبل يومين انسحب أيضا اللاعب فتحي نورين من أمام نفس اللاعب وفي نفس اللعبة وكان قرار اللجنة الأولمبية ترحيل فتحي والمدرب بتاعه إلى الجزائر وتم إيقافه من قبل البعثة الجزائرية اليوم أيضا انسحب اللاعب محمد عبد الرسول اللاعب السوداني من أمام اللاعب الصهيوني رفضا للتطبيع حتى ولو كان تطبيع رياضي حتى ولو كان في بطولة تم الإعداد لها خلال السنوات اللي فاتت وحلم كل رياضي لكن زي معال نورين كنت بأحلم بالبطولة لكن فلسطين عندي أغلى وأهم